من بعد عاد كنشوفو كيفاش نقدر ندير التسويق ما يسمى بتنظيم ديال العمل للشغل داخل ورشة ديالي وكيفاش نضبط وننظم الوقت ديالي انا والناس اللي دايرين بيانا ندير تدبير الانتاج انا الكليان راه الى ما حسنتش تعامل مع الكليان من جميع الجوانب راه ما غا تقدرش انك تخدم وتحقق نتائج وتكون واحد مرضودية داخل ورشة ديالك ندير تدبير المصارف المواد الاولية باش انني نخفض منها كيفاش نحدد كذلك المصارف الجانبية للمنتوج او لا للموضيل ما يسمى بدراسة السوق دراسة المحيط دراسة المجتمع دراسة المنافس الناس اللي دارين بيان اللي كي ينفسوني في المجال كيفاش ندير تدبير المواعيد باش انني منقاش نطح في الاخطاء نتازم بالشروط يعني نلزم الكليان ديالي بالشروط باش انني التازمت انا بالشروط نحفض على السيولة داخل المشروع ديالي باش ما نبقاش باش نبقى دائما نخدام باش نبقى دائما الاستمرارية في الامان ندير الاستخلاص الاربع شاموح تيخدم ما تعرفش حال تيربع دراسة من ناحية ديالالوان تنسيق الالوان من ناحية ديالتكلفة اللي غدي يتقاموا بها من جميع الجوانب حتى من الجودة اللي خصت تكون في الموضع السلام عليكم اولا نبقى نهن جميع الاخوات اللي نخارطف هالدورة هادي الدورة الشاملة التقليدية وبالدورة الشاملة العصرية وكذلك دورة سيلورشة خلال هاد الموسم التاسع وكان بغي نحييهم على الحماس ديالهم اللي تمسنا فيهم من خلال يعني المشاركة ديالهم للأدوات بعد ما حطينا لكم الفيديو هات ديال الأدوات كنشوف على انه كان واحد العادات ديال الاخوات اللي مشاوا تيجروا تيقلبوا تيسولوا في انتشريت هذا المصارة في انتشريت هذا الدفتار في انتشريت هذا وتشكلوا وكيصوروا وكيحطوا مع الاخوات وتشاركوا مع الاخوات في داخل المجموعة باش انهم يخلقوا الحماس هذا الحماس هذا كيزيد يتولد اكثر في جميع الاخوات وهذا تمسنا فيهم وهذا شي ناتجة على الارادة القوية اللي عندهم باش انهم هاد العام يستفدوا مزيان وان شاء الله غدي نستطمر هذا الحماس باش انه في الخرعة واحد النتائج اللي غدي تكون مرضية جدا ولهذا علاش قلت لكم تانيه لانه في اعلان خلال هالدورة غدي تاخدوا شي حويجات اللي راه ما يمكنش ليكم تاخدهم في شي مركز اخر كيف ما بيكون نوعه هاد شي ليس افتخارا ولا كذبا وانما كان هادر معكم بكل ثقة وبكل مسؤولية راه مستحيل على انك تمشي تدير موسم دراسي تكوين موسم دراسي لمدة سانة دراسية وتاخد فيه هاد المحاور كاملين سواء نفتقدي او الفلسري وكينش حويجات اللي ممكنش تاخدهم في شي مكان اخر راه ما كينش مركز ليقعلمك كيفاش تبرم ولا كيفاش انا كدير تدريس اولا انا كيفاش تدير تركاب ديال الجميع لانواع دلالعقاد اولا انه يعلمك كيفاش تخدم تراس في الماكينة اولا كيفاش تريق الصبات ديال الماكينة اولا كيفاش تريق الماكينة ديالك تش يادر ما كينش في المراكز المراكز رات يعطوك الاساسيات فعلا لان الوقت ديالهم لا يسمح على اي احنا قاعدة كش اللي تاخدهم في المراكز راح تناليكم والجميل في الامر اولا الاختلاف اللي كان هاد العام والمفاجأة اللي كان هاد العام هي دورة ديال تسيل ورشة لانه كلكم دا بدخلتو كين اخوات اللي يدخلو ديجا كيمارسوا الحرفة كين اخوات اللي يدخلو عندهم شوية ديراية وكين اخوات اللي يدخلو مبتدئات ولكن نرى في نهاية الماطف الغاية ديالهم والهدف ديالهم هو انهم يكون عندهم واحد مشروع ديال الخياطة الناجح وكيمارسوا فيه الحرفة ديالهم بكل احترافية وباش هاد الامور هاد تحقق وهد النتائج تحقق تيخصنا ناخدو واحد دورة اللي تاني ما يمكنش ناخدوها بشي بلاصة ولا بغينا ناخدوها خاصنا ناخدوها موضوع بموضوع وكل موضوع اللي هو كان ادو فيه مبالغ طائلة مبالغ مالية مهمة باش انا ناخدوها وتكونوا فيها وتدربوا عليها دورة ديال تسيل ورشة بعد مما غد تاخدي تكوين في التقليدي وتكوين في العصري وتحتار فيها ومجوج والتقنية ومجوج غد يجي الدور باش انا كيتفتحي مشروع ديالك وباش تفتحي مشروع ديالك تيخص تكوني كتتعرفي تديري هاد الحويجات كاملين وغير نعطيكم نبدأ الى الدورة ديال تسيل ورشة دورة ديال تسيل ورشة اول حاجة تيخصني نعرف ما يسمى بتنظيم ديال العمل تشغل داخل ورشة ديالي كيفاش نقسم المهام داخل ورشة ديالي مع اليادي العاملة ومعايتها انا وكيفاش نضبط وننظم الوقت ديالي انا والناس اللي ضايرين بيا الناس اللي خدامين معايا كيفاش نقدر ندير نحدد تكلفة ديال الموضيلات اولا ديال الانتاج ديالي لكنت بغيت ندير الانتاج ولا لكنت نديره كيفاش ندير تدبير الانتاج ما يسمى بتدبير او تحسين تدبير الانتاج ما زال غادي نشرح لكم هادشي بتفصيل ان شاء الله كيفاش نتعامل مع الناس اللي خدامين معايا دامة ديولي. كيفاش نتعامل معهم. طريقة اللي خصني نتعامل معهم بهم يعني. بلسان يقول الطريقة مش التعامل لودي. لا التعامل العملي. اللي غي يخلي ذاك العمل انجح ويخلي ان ذاك الخدام انه ويخدم ويعطي واحد المرضودية داخل الورشة. وفي نفس الوقت يلتازم بالمهام المنوطة به. كيفاش نتعامل مع الكليان. يعني الكليان دراهي لا ما حسنتش التعامل مع الكليان من جميع الجوانب. ارى ما غا تقدرش انك تخدم وتحقق نتائج وتكون واحد المرضودية داخل ورشة ديالك. كيفاش ندير تدبير المصارف للمواد الاولية باش انني نخفض منها باش انني نساهم في في الارتفاع الاربع. كيفاش نحدد كذلك المصارف الجانبية للمنتوج او لا للموضيل. كيفاش نقدر ندير واحد دراسة ما يسمى بدراسة السوق. دراسة المحيط. دراسة المجتمع. دراسة المنافس. الناس اللي دارين بيا اللي كي ينفسوني في في المجال. يعني هذه الامور كلها هي غادي نتخدمو عليها غادي نخدمو عليها بالتفصيل بواحد طريقة اللي هي ان شاء الله غادي تاخد واحدة طويل. يعني الطريقة باش هنخدم معاكم الدورة هادي را غا تكون مرفوقة بالدورتين. يعني دورة ديات السلورشة غا تكون مرفوقة بالدورتين. وهذه تخدمو في آن واحد. كيفاش ندير تدبير للمواعد باش انني ما نبقاش نطح في الاخطاء. يعني مليك ندير المواعد مع الكليان خصني نعرف كيفاش نضبط هاد المواعد هادي وما نبقاش نطح في الاخطاء ولا ننسى الناس اللي ادرت معاهم. كيفاش انني نقدر نلزم ونلتزم بالشروط. يعني نلزم الكليان ديالي بالشروط باش انني لتزمت انا بالشروط. كيفاش نحافظ على السيولة داخل المشروع ديالي باش ما نبقاش باش نبقى دائما نخدام. باش بقى دائما الاستمرارية في الامان. كيفاش نقدر ندير الاستخلاص الارباح. اش عموح تيخدم ما تعرفش حال تيربح. وتهز كل شيء تيخسروه تيبقى الله الله. كيفاش نخفض ما يسمى الخفض من الخسائر. باش هاد شي كدريك كينتج اولا كيسعم في ارتفاع ديال الارباح. عاد كيفاش كنديروا الدراسة ديال الموديل. يعني الموضوع الموديل. الموديل هو داك المنتوج هو هو البياس اللي غنخدمها. بغد نظر على النوعية دياله. كنت نخدم جلال ولا القفاطن ولا السرع ولا طابلية ديال الخدمة ولا جميع تلافيتمون اللي كان خدموهم. كيفاش انا يندرسهم. ديالهم الدراسة من ناحية ديال الالوان تنسيق الالوان. من ناحية ديال التكلفة اللي غدي يتقاموا بها. من جميع الجوانب. حتى من الجودة اللي خصتها تكون في الموضع. ومن بعد عاد كنشوفو كيفاش نقدروا نديروا التسويق. يعني تيخسنا نعرفو اننا نسوقوا المنتوج جدينا. عاد من اللي كان ساليوات شي كامل. عاد كان جيه كنة اعطيك الطريقة كيفاش انك تقدري طبية الحل قديت هذه الشي كامل. عاد يعطيك واحد اثيقة اللي غادي تقدري انك يدير مشروع ديالك. وحن متعنة أطوالة طريقة كيفاش تدير مشروع ديالك منطلاقا من الامكانية اللي عندك. يعني كل واحدة فيكم قديت تقدر تفتح المشروع ديالها منطلاقا من الامكانية اللي عندها. ولكن ارا بعد بعدما كت تاخد اتقال كافية من خلال هاد المحاور اللي تتكلمت عليها باش انها تقدر تنجح داك المسروع. اذا بلا شك باقي بعض الاخوات غير بغيروا تسجلوا في الدورة. ولهذا بغيت نقول لكم بانه منسبة للدورة اراد التسجيل والتاريخ ديالها محدود. بعدما يكتمل الفوج او لا يسالي التاريخ. ومن بعد رغي ممكن انكم تسجلوا في الدورة ولكن غتولي تخلصوا كل حاجة بتامان ديالها لان ده باديرين غير مبالغ رمزي كان نحرطو به وكان استفدو العام كامل بالمجان. يعني غل نستفد من الشي كامل مجانة طيلة الموسم. تعامنا بغيتوا تسجلوا معنا مرحبا بكم وكانت من التوفيق للاخوات وان شاء الله هنبغي نشوف النتائج ديالكم في اخر الموسم ونبغي على انني نفرح معكم وتفرحوا تانتوما من خلال هذا الموسم هذا ركلنا في نوع الحماس والمحاور كلها محطوطة والدرس كلها موجودة انتوما مع لكم الا انكم ديروا تسبيقات ديالكم وكونوا على يقين على انكم ان شاء الله ستتغلبوا على جميع المشاكل التي تعانيوا منها في هذا المجال هذا والسلام عليكم ومرحبا بكم